السلام عليكم فيديو دياليوم هو فيديو مختلف تماما على الفيديوهات اللي كتقدر ما قبل أنا اليوم راني فحد المول جيت باش نشوف الجديد وقلت علش الله باش نشترك معاكم الجولة ديالي أنا كتقدر في المباشر ولكن كما لاحظتوا الإخوان اللي كانوا معايا في البت المباشر ما مكانش عندي يعني الكونيكسيوم زيانة ما قدرتش أني نصور لكم من داخل فلذلك أنا قررت أني نصور ونحطوه على شكل فيديو أنا هنا بشيت الزغاهم باش نشوفوا الجديد اللي عندهم في كل ما يخص الأتات ديال المنزل وكما كتلاحظوا هنا يا عندهم ديكورات يعني فعلا نوزالين ويعني أشياء بسيطة ولكن في نفس الوقت هي راقية حتى إنسان لما قدرش يشري من عندهم فقط قدر ياخد بعض الأفكار من يعني لها تندنس لخارجة جديدة ويعني هما مشي كين غير عندهم مرات قدروا تلقهم في أماكن خراب أتمينة قل من زهغات يعني مرتفعة شوية يعني مشي يعني أتمينة اللي هي هابطة ونشوفوا فقط يعني الألوان اللي خارجة جديدة كما كتلاحظوا هنا را عندهم الأصفر يعني هو اللي دايرج على الموضة بأخرا وهذا بالنسبة للأواني ديال يعني كل ما يخص المطبخ ولكن ما عندهم شي حاجة كثيرة أنا لاحظت عندهم يعني ما يخص الحمام وللاسال دوباء عندهم كتر هادو بنسبة للغرف النوم يعني يعني اللي دغاووس عندهم هاد الألوان هما اللي خارجين لخريم كما كتلاحظوا يعني أتمينة هادو ديرين هم يعني يعني هم فروموسيون كان نديرين لهم تقريباً فنغو وهادو ديكورات بنسبة للسيجوغ هادو يعني كيجوغ زانين وكيما كتلاحظوا يعني هادو بنسبة اللغطات يجي يعني الألوان يعني كيفاش ناسقوهم يعني هادو خفاف ووراقين في المنظر ديينهم يعني بالنسبة للحمام أضم الألوان دي للفطات اللي ده بعد خارجين كما كتلاحظوا وهادو زاكسي سواء اللي كيكونوا في الحمام وهنا إنسان يأخذ فقط فكرة على نانوغال تندوس وكل واحد يقدر يلقاههم في بلايس خرين بتامن أقل هنا فقط بالمعرفة للألوان اللي دا رجع الموضة مؤخراً وشكيلات اللي زاكسي سواء اللي خارجين عد الأخر هنا بعد ما كملت أنا الجولة في هنا في زاغاوم أنا رجعت عند الواليدة ديالي حضرت واحد الأشياء خفيفة وعبارة عن القغاطة خفيف وقررت أنا نتقاسمه معكم في هاد القغاطة احنا حتاجت تقريبا خديت فلفلة وقطعتها وشحرت مع الزيت والملح والبزار وجزارتي حكيتها وشحرت مع الزيت والبصلة وشوية ديال البزار هنا أخذت البطاطا وقطعتها بهذا الشكل وصلقتها مع المو والملح والبيض والزبدة والملح والبزار هنا بعد ما نسلقت البطاطا سلقتها نصف سلقة لا نسلقتها كاملة حتى طابت سوف نأخذ المون كما تلاحظوا ونضهنه بشوية ديال زبدة بشوية ديال البطاطا ونحاول نفرش بطاطا من الفوق ومن الجناب نحاول نسلقتها بشوية ديال بطاطا طريفة صغار كامل نضيف ديال بطاطا سلقتها نسلقت فلفلة نضيف لهم بتطاطة التي يقصر بها كل شخص أحساب كمية التي تريدها لكي تستغن على لو قبل أن تستغن لها نضيف لها كمية الملحة والبزار نضيف لها كمية المحددة نضيف لها كمية الملحة والبزار نخلطها في المول ونضعها في الفرن على درجة حرارة 200 درجة نخلط دقاغتنا من الفوق تماما سوف نخرجها هذه وصفة خفيفة نتشاركها معكم وهذا هو الشكل النهائي نخلط درجة حرارة 200 درجة حرارة نتشارك في الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام عليكم